في هذا الفيديو سوف نتحدث عن التسكة اللايتنج بكل شيء اللايتنج سوف نقسمها بخمس بنود أول حاجة هرمي الكشفات ثاني حاجة هواير ما بينهم ثالث حاجة هعمل التسمية رابع حاجة هرمي السويتشات خمس حاجة هعمل الليجندا أول حاجة هرمي الكشفات أنا مش هشرح جزء ده تاني جزء ده تشرحته قريدي في ليليست اسم اللايتنج الموضوع باختصار اول فيديو هيبدأ يخليك ازاي تعرف تهايق الـ plan عالكاد انك تخلىها DXF عشان تعرف تخدها عالداليكس ثاني فيديو هتعرف تخدها عالداليكس وتعمل روم جهه عالداليكس ثالث فيديو ازاي ترمي الكشفات جهه عالداليكس رابع فيديو ازاي تاخد الكشفات دي من عالداليكس تحطها عالكاد المفروض بعد الاربع فيديوهات دولة انت مؤهل انك توصل للشكل ده مجرد كشفات مرمية مش اكتر بعد الاربع فيديوه طيب يبقى انت اول حاجة ان انا نرمي الكشفات ثاني حاجة ان انا واير ما بينهم الكود قالك ايه قالك ان الواير اللي هو السلكة اللي ما بين الكشفات تقدر تشيل 10 كشفات طب دلوقتي احنا بنستعمل للدات فالواد بتاع الكشف قال فاقدر اشيل اكتر من 10 فقالك تقدر تشيل من 13 ل 15 كشفات طيب حاجة تانية قالك ان اللينيا ما تمشيش 50 متر يعني انا عندي حاجتين ان اللينيا او الواير او السلكة اللي بتشيل الكشفات دي يتشيل من 13 ل 15 كشف بس يعني لا تكون ديشن بتشيل من 13 ل 15 كشف ما تشيلش اكتر من كده تانية حاجة ما تمشيش اكتر من 50 متر طيب تعال نطبق القاعدة هنا تعال نشوف في كم كشف انا ممكن اشيل ده وده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اثناشر 14 و 15 انا كده او في 15 كشف اللينيا بتشيل من 13 ل 15 تقدر تشيلهم تاني حاجة لو انا مشيت على الكشفات دولت مشيت من هنا الهين من هنا الهين وكده مش هيوصل 50 متر انا كده اقدر اشيل الكشفات دي طيب انا لمش ما ينفعش ان انا اعملها اه في مشكلة هي المشكلة انا دلوقتي لو ايارت الكشفات دي كده كلها ببعض لينيا واحدة تخيل معايا مثلا ايه يعني مثلا حصل عطل في الكشف ده اه انا هحتاج قفص للينيا كلها تمام عشان اصلح الكشف ده فانا كده هلاقي نفس ايه اطاعت الكهرباء عن الصالة وعن التراس وعن القاضي النوم والحمد اطاعت الكهرباء عن الشقة كلها فبالتالي في حاجة اسمها الريليابلتي ايه الريليابلتي دي انا بحاول لما اجا واير ااخد حسب الفرهات يعني انا هوريك السيناريو اللي انا مشيت بيه وانت في الاول في اخد انت ديزاينر امشي بالسيناريو اللي انت عايز بس انا هحاول فاهمك السيناريو شيت بيه عشان اطبق الريليابلتي المفروض بقى انا اما جيت هوري عملت ايه ده شكل الوانج تمام وهنتكلم ده عن اشكال الوانج بس شكل الوانج انا قلت هناخد القوضة دي مع القوضة دي مع القوضة دي ليه انا دلوقتي لو كشاف ده وقع كشاف ده باص وانا عايز اصلحه فانا باضطر هفصل الكهرباء عن السلك ده كله تمام عشان عارف اصلحه اوه ما ابدله طيب ايه المشكلة انا دلوقتي لو فصلت الكهرباء عنه كده انا فصلت عن قطينه الصالة بس انما بيتي الشقة شغالة طب لو انا قدت موصل اصلا نصف الشقة دي على لينيا واحدة كده انا عطعت الكهرباء عن الشقة كلها ده مش صح تمام طب في واحد انا انا هنا وصلت مثلا الطرقة قط النوم بالحمام جيت هنا الصالة دي كلها اخدت الكشفات دي الوحدة ودي الوحدة انا قلت لو الكشاف ده باز او اللينيا دي بازت او حصل فيها اي حاجة الكهرباء اطقت عن الجزء دي بس محظة الكهرباء اطقت عن الجزء ده بس وبيتي الشقة شغالة حتى برضو لو هنا بازت اطقت عن الجزء ده وبيتي الشقة شغالة عشان كده في حاجة اسمها طيب ايه اشكال الويرنج اللي هو الشكل ده والله ممكن اوصل للكشاف بان اتكشافه ثاني بثلاث انواع واحد ان انا اوصل بلايت خط عادي ثاني حاجة بارق ثالث حاجة بلس بجي دابي طيب احنا مقلنا مش هندخل نفسنا في تفاصيل او حاجة صعبة احنا هنوير بقى اسهل حاجة خط بعمله ازاي الكماند بتاعها اللي هو لينه اوصل بابين الكشافه التاني عادي جدا تمام انا هنا وصلت بابين الكشاف ده الكشاف ده الكشاف ده وهكذا دي اسمها لينيا طيب انا اول حاجة ده من الكشافات ثاني حاجة ويارت ولقيت ان الوارنج بيقفل من 13 ل 15 كشاف وان اللينيا ما تمشيش اكتر من 50 متر دي اسمها لينيا ده كده كله ده كده اسمه لينيا تمام وتشيلش ما تمشيش اكتر من 50 متر بس لقيت ان في الشؤق صعب اطبق القاعدة تندول بحزافيرهم لان انا كده هلاقي نفس واخد الشقة كلها على لينيا او اثنين وده مش صح ليه لو لينيا بواصل كده انا تعطي الكهربان شقة كلها او نوص الشقة فبالتالي بابدأ اقلل ايه بابدأ اشوف اللينيا انها تمشي في فراغات معينة تمام تالت حاجة ان انا اعمل التسمية التسمية بتتعمل ازاي مجرد ان انا باجي على اول لينيا وبعدها احجتين اللي دي معناها اللايتنج كشفات واحد ده ترقمها فانا عندي كام لينيا ادي لينيا واحد ادي 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 تلاتة افبعة خمسة ستة فالاق اخر حاجة اللي هي ستة ايه التسمية دي التسمية دي بحتاجها عشان اشتغل فيها في تسك البنن يعتقد انك بتسمي كده مجرد انك بتجعل اول لينيا الل وتدي ارقب انا اديت اللينيا دي واحد اللينيا دي اتنين اللي دي يعني اللايتنج اللينيا دي تلاتة Linenia دي اربعة اللينيا دي تيتة خمسة زي كده. ده مش هفز. انا هوريك السيناريو اللي انا عملته. وانت شوف عايز تعمل ايه السيناريو واعمله. السويتشات دي. اه انت دلوقتي عايز تقول لما دوس على الزرار ايه الكشفات اللي تدفي? اه يعني ابيعمل كنترول على كم كشف من الزرار ده. بمعنى. انا قلت ملاكش اضعوا بالشكل دلوقتي بس انا قولك السيناريو. طبقته ازاي? انا قلت اول ما ياخدش من الشقة اول ما هيدوس على الزرار ده. تمام? انا الان اتفو كل يوجد تسرار في موضوعه يودون لك موضوع الصلاة في وقعد الكشافات دي كلها مايلي تعمل براحتك هنا احد يقول لك انا عايز الكشفات دي كلها اشغال هم الزرار دة براحتك انا هنا قسمتها على مراتين قلت ده لي ده وده الكشفات دي مش عايز تعمل كده عايز تخط الصواصل وكلاه على ثلاثة ياربع سويتش دات براحتك في واحد ثاني يقول لك انا اخد الاربع كشفات دوله وتسويتش والكشفين دول مع الكشف ده سويتش تاني والثمانية دول هقسمهم اربعة لسويتش و اربعة لسويتش براحطة في انت الديزاينر مهم تعمل حاجة بالعقل طيب انا موضوع ده بعمله ازاي مجرد بحط له السيمبل ده بقول والله ده هرقمه مثلا ببي يبقى اي كشاف معمول عليه بي يبقى هو ده اللي بتحكم فيه فمفيش غير الكشاف ده معمول عليه بي طب تعال هنا ده حطيت عليه ايه ايه الكشافة اللي انا عايز اعمل كنترول عليها من السويتش ده هو دولت بس حطيت ايه مجرد ان اللي يجي يبص اه ده بيعمل كنترول بده عشان لما ميجي للفن يوصل برضو نفس القصة هنا حطيت ده سي ده سي طيب لو انا جيت بصيت في القوضة هنا القوضة هنا انا مش مرقم ليه والله هو قوضة مقفولة في السويتش واحد اكيد ده بيشغل وط في الكشاف ده يعني اي حد يفهمها تمام؟ انا بعمل حوار التركيب ده لما ممكن واحد يطلعه بط انا حطيت هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد اين بيب يعمل كنترول على ايني فلازم ارقم طيب طب في الحمامات او في اماكن الاماكن اللي فيها مية او طراب او معرضة المية او طراب لازم بحط السويتش بحاجة اسمها وزر بروف بمعنى لازم الائبي بتكون عالي الائبي ده باختصار ايبي ده رقمين رقم والتاني اول رقم بيعبر عن درجة الحماية ضد الاتريبة والتاني رقم بيعبر عن درجة الحماية ضد السوائل كلاما الايبي كان اعلى كلاما درجة الحماية بتبقى احسن فاقل حاجة 00 واقل حاجة 68 ستة للدست وتمانية للوتر فده شكله فانا دوقتي في حمام فلازم يكون الايبي عالي ممكن يكون ايبي 44 56 المهم عالي مهم السويتش يكون درجة حمايته للمية عالية عشان لو جعله مية ما يحصلش مياس من الكهر طيب اخر حاجة هي الليجند ايه بقى الليجند دي باختصار الليجند دي عبارة عن جدول جدول بوصف له الرموز اللي انا بستعملها عشان برضه يفهم يعني واحد دلوقتي محطوط له رمز ازاي ده ايه ده هو معرفش ايه ده محطوط له الكشاف ايه الكشاف ده ايه توصيف الكشاف يعني ايه السمجل وخلاص بابده اعمله جدول كده محترم ابده اقول له والله السمبل ده خباره عن واحد اثنين تلاتة اربعة طيب الكشافات لها توصيف والسويتشات لها توصيف تعالى انا اعرف الكشاف بيتوصف ازاي مجرد شكل السمبل هو ده كشاف حابة بيانات بجيبها من الديالكس او بجيبها من الكتالوج اللي انا جبت منه الكشاف ده فاول حاجة بيقولك ايه نوع التزبيت اسف اول حاجة بيقولك الكشاف ده نوع ايه لد فلوريسنت فانا انا مستعمل الكشاف لد طيب نوع التزبيت انا قلت بمحطوط على السقل الاي بي بتاعه كام وط كام ليومن تمام؟ بعد كده تاني حاجة تصنيعه بيقولك والله الكود بتاعه يعني انا دلوقتي بجيب اقوله ايه بالظبط انا هفتح المشروع بتاعه ده مشروع الديالكس ده انا بزعت الاعادي تمام؟ عندك نوعين من الكشافات انا استعملتهم في المشروع كله تعال نتكلم عن اول نوع اول نوع اول نوع ده الكود بتاعه وهو ده اللي انا بحطه هنا ببدأ اقوله والله الكشاف ده عشبة فجرهلت 26 86 89 كذا 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 يعني لو راح تجيب كشاف تمام؟ هتروح تجيب الكشاف ده توصيفه ده الكشاف ده او حاجه شبه جبت منين الكود ده اهو ده الكود بتاعه في الكتالوج تمام؟ طيب انا برضه عايز اجيب له بيانات اجيب البيانات ده منين؟ لو انا فتحت لومنر سيليكشن ده الكس كتالوج فتحت فجر فالت هيفتح بتاعدي هعمل فول سيرش وابدا اسرش عن الكشاف بتاعي عشان اجيب بياناته طيب اسرش اول حاجه انين بتاعه اسم نوتر جيتو اهو كل حاجه موجود من الكود بتاعه نوتر جيتو وبال نوتر جيتو سيلينج وبال الارتكل نومبر قال لك ستة وعشرين تمانية ستة وعشرين تمانية ستة وتسعين تسعة وستين اهو ده دي بقى بياناته اهو اصفت الكشاف ده جيتو بياناته وتصنيعه وهنا برضو الكشاف ده قدرت اجيبه بنفس الطريقة تمام؟ طيب تيه حاجه بس الكشاف اللي محدود في الحمام مش محتاجه اقول ان ههو ال اي بي بتاعه عالي وعرفنا ايه ال اي بي ده محتاجينه الزرار واحد تمام؟ اه طبعا ال اي بي هو اربعة وخمسين اللي بس نعمله في الحمامات اه اه دي 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 حاجة جانبية فيه فيه بعض السويتشات بتقدر تشتغل ازاي لو بس ده لو في طرقة كبيرة اوي دي بزودت لكم مستعاش شواء سكنية بس نفترض مثلا ممكن واحد يعمل ايه؟ لو دي طرقة كبيرة اوي ممكن هود واحد في اول الطرقة وواحد في اخر الطرقة ويربطه ببعض ده اسمه ايه؟ يعني لو عايز يدفي الكشاف ده او يولعه ممكن يدفيه من اول الطرقة او اخر الطرقة او يولعه من اول الطرقة او اخر الطرقة بس ده مش هتحتاجه اصلا يعني فخلينا بدا فده ده السويتش العادي اللي موجود في ميتكم تدوس ويدفي من حاجة واحدة كده انت اهمت كل حاجة في اللايتنج مش محتاج اي حاجة في اللايتنج اه مرة جاء ان شاء الله هشرح البار انتظرون ما في وديو جاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة